هذه الصورة المباركة الكريمة أيها الأحباب سميت بصورة تبت أو المسد وهما كلمتان جاءت إحداهما في أوائل الصورة والأخرى في نهايتها وهما يدلان عن العقاب والوعيد الذي سيناله من ذكر فيها ولم يذكر فيها إلا أبا لهب وزوجته أم جميل وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطالب بن هاشم أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ويكنى بأبي لهب لتله بوجهه وإشراقه ولمزيد حسنه وقد قال العلماء أيها الأحباب أن الله سبحانه وتعالى ذكره بكليته دون اسمه لأن اسمه معبد لغير الله بل عبد لصنم اسمه العزة وتعبيد الأسماء لغير الله محرم باتفاق العلماء وسبحان الله هو الوحيد الذي ذكر بكنيته في القرآن والعرب تذكر الكنية للتكريم وتكره اللقب فالمراتب عندهم ثلاث أن يذكر بالكنية وهذا من باب التكريم وأن يذكر باسمه وهو التوسط وأن يذكر باللقب وهذا عند العرب كان مكروها وقال العلماء يعني من باب التوجيه أيضا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكره بالكنية التي هي أشبه باللقب لأن هذا يتناسب مع ما ذكر له من العذاب سيصل نارا ذات لهب ترجمة نانسي قنقر